فرقة فيها يعني تقريباً 90% من اللاعبين الموجودين في المرعب بعيد عن مستويهم يبقى منتظر منها إيه؟ يعني تتكلم أنت عندك نجوم على الورق الأسماء اللي احنا قلناها دي كلها دي أسماء كبيرة ولعبين دوليين بزبط ليه كل المجموعة مش في المستوي ليه يعني السيف الدين الجزيري ده مؤفرد منتخب طول بزبط وأشرف بن شار بيلعب في المغرب زيزو بس زيزو يمكن أكثرهم سباتاً في المستوي مترسة أقولك لو مارش كان خلس اتنين اتنين مش ثلاث اتنين انت النهاردة مفيش غير زيزو اللي بيلعب في المغرب يعني زيزو هو الوحيد اللي تقدر تقول ده ده مش يعني ده مستوى ثابت وقدر تقيم عليه الفرقة كلها صح لكن لو هدف العشرة مش هتلاقي واحد يعني زي المارش اللي فات زي المارش ده لكن زيزو يعني ما شاء الله من أول دقيقة لازم لازم كرة تبقى عنده تبقى مهمة صح أنا هجيلك على زيزو هتكلم عنه كتير بس تحليلك ايه انه مجموعة كبيرة انا افهم ان انت ممكن يبقى فيه تلاتة عندك مش في مستويهم لما تلاقي تسع او عشر لعبين مش في مستويهم طب انا كمدير فني برا هعمل ايه اهو بشي المارش ده بس اما انا بتكلم على الفترة 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 دي كلها وبعد كده انت لو هنتكلم كمشاكل ادارية ده السنة اللي فاتت خدت دوري في ظل اللي جان كتير وفي ظل تخبط اداري كبير جدا فالمستوي الفني بعيد عن الموضوع الاداري اللعيبة كلها ممكن لعيب او اتنين او تلاتة ايه انت عايش تقولي يعني هم مش محتاجين مبررات يعني مش انا مفيش مبررات لا انا بص يا كريم اقول لك مبرر مارش او اتنين لكن انت البطولة الافريقية انت الله هو عالم اللي يحصل فيها انت لازم تقسيب تلات مارشات وبرضو هتستنى برضو نتايق الدوري انت النهاردة لو كنت اتعدلت مشكلة كبيرة جدا بتبعد بطريقة كبيرة جدا اصلا انت سادي انت مش بينافسك الاعلي بس انت بينافسك الاعلي وبرامنز بزبط خلي بقى النهاردة فيوتشار لو كسب كان بقى خامس ثمانتشر نقطة يعني عشانك اقول لك النهاردة الزمالك اهم حاجة في المارش كله ان هو كسب النتيجة اداء مش هتلاقي اداء فرص كمان على فكرة فيوتشار ضيع فرص نالي الزمالك صحيح فانت لو هتتكلم في المارش ان هو فوز مهم جدا يحلي لك مشاك كتير يرجع سكر اللعيبة يرجع سكرت الجمهور في اللعيبة الادارة في اللعيبة يعني يحلي لك مشاكل جوا قط اللبس لكن كاداء لا انت في لعيبة كتير جدا لازم بصراحة تعيد حساباتها تعيد حسابات لا كلها يعني كلها ممكن اتنين تلاتة لعيبة بس الاسم انا نسيختي السؤال بهذه الطريقة مع كابل طيحي واكرره عليك شكبالة شكبالة انا وانت وكل الجمهور اللي في الكورة في مصر سواء حتى بتشجع الزمالك او ما بتشجعش الزمالك هتتكلم على موهبته العظيمة جدا شكبالة بس هل شكبالة في هذا العمر يبدأ مباراة فيها سرعات كبيرة زي مباراة في يوتشار دفاعين وهجمين عايزة انك تروح تدافع وعايزة تروح تهاجم زي مباراة الودان نفس الامر تبدأ بشكبالة وانت عارف ان انت الخصوص من بتاعك هيدفعك ويهاجم عليك بشكل كبير جدا وانت محتاج كل شوية تروح ترتد هل شكبالة يبدأ ولا يختم بالعكس يعني ابو جاء التنظر انا عايزة تحافظ على الشكبالة ويفضل يعني يفضل زي ما بيقولوا يعني منور فريت ناس زي ملك ادي له اجزاء مباراة تعرف تلعب وامتى لان الشكبالة مش يعمل لك يعني مش يعمل لك يعني القوة الدفاعية زي زي زمان او عمتا الشكبالة من النوعية اللي هو كلعيب انت تدخب منه في الهجوم اكتر من الدفاع بكتير جدا فمارشات زي الوداد هناك زي مسلا رجائيا كان بيترو قتلتكو هناك يعني الاولوية دايما بتبقى للعيب اللي هو الجراي اللي هو هيديك اه هيديك طاقة مارش زي النهاردة انا كنت افضل لشكبالة ينزل الشروط التاني انت النهاردة فتوح وحزم نزلوا الاتنين بقوا موقفين عمر والباكليفت اللي هو بتاع بتاع فيوتشر موقفينهم الاتنين اللي اتنين حزم وفتوح في التمنتاشر على طول بتاع فيوتشر يعني الشيكبالة ياخد اجزاء المباراة احسن من اللي هو يبدأ صحيح كده ياخد في الاخر انا انا سعيد بحيث انه الشيكبالة يهضر مجهوده في بداية المباراة بسا كريم الكرة يعني هي في العالم كله في العالم كله كده انت دلوقتي الناس بتقطع في يعني مش بتقطع يعني بتنطاقت كريستيان روندو مثلا لو ما جابش في مارشين مسلا يعني قاعد في مارشين ما جيبش جوان ميسي نفس الكلام في الدورة الفرنسية عبدالشافي مع عبدالشافي اه الناس بتقول لك فتوح عشان فتوح مسلا عنده حتة الهجومية والدفاعية اصغر من عبدالشافي دي مش عيب لا ما استني ده مالوش علاقة بالدهية كرة كده يعني بس ده طيب يعني كما انت قولت كريستيان وميسي الناس اللاياتي بيتقول لك لا يعودوا الزبط الناس بيتقول لك كريستيان وميسي يعودوا اه تا ميسي يمو بعدي تلات اربعة وشنان ما جيش الجوان في ما هي كليم الكرة كده في العالم كله يعني ابراهيمو فتش اللي هو يعني السترايكر يعني العظيم في الكرة صحيح غزبا عنه بتعور على طول ما بتلقوش قافله في الملعب فبالعكس انت عايز يعني معنى صح يعني ان انت تخلش كبيرا موجود اكتر تطول عمره في الملعب تدي له اجزاء في المباراة فوقات هو يعني معنى صحة بلغة الكرة يتصيد فيها اشتركوا في القناة